من العصر الحجري ثم الفينقي واليوناني والروماني والهلنستي والبيزنطي والصليبي حتى الإسلامي كانت هذه الأبنية القديمة تشكل صرحا أثريا كبيرا في مدينة طرطوس خاصة أمام السياح في سوريا لكن الواقع الآن يروي عكس ذلك وفق ما وثقته عدسة تلفزيون سوريا السرية في المدينة فبدل اندهاش السائحين أمام شمك هذه الأبنية القديمة أصبحت مهجورة إلى حد كبير في عهد الأسد بعد الإهمال الذي تعرضت له المنطقة خاصة في السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم تعرضها للحرب التي طالت معظم المناطق السورية يقول مصدر من حي الساحة في المدينة القديمة لتلفزيون سوريا إن بعض سكان هذه الأبنية هجروها بسبب التخوف المستمر من انهيارها مضيفا أن الأبنية العريقة تحولت إلى خطر يهدد حياة قاطنها وسلامتهم هذا عدى الإهمال من قبل حكومة النظام خاصة في قطاع النظافة والمياه والكهرباء هذا الحال يعاني منه جميع سكان المنطقة كأحياء السهلة والخندق وغيرها يضيف شهود عيان من طرطوس أن الكثير من المنازل متصدعة ومعرضة للانهيار ولكنهم لا يستطيعون المغادرة بسبب سوء أوضاعهم المادية وعدم قدرتهم على دفع أجار منزل بشكل شهري بالإضافة إلى مصاريف الحياة فجميع السكان هنا كانوا يعتمدون على مردودهم من السياحة وصيد الأسماك ولكن في الوقت الحالي توقفت كل المهن بسبب الحرب وتضرر المنطقة إلى حد كبير حيث من المخيف البقاء بين جدرانها ومن المستحيل مغادرتها ومن الصعب بيع العقارات ومن الممنوع بالنسبة للنظام تخديمها بشكل حضاري ومثالي موسيقى